الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على خاتم النبيين إذن كما تعلمون هناك مشروع مشروع مشاورات لتجويد المدرسة تعليم ذو جودة للجميع هناك بلاغ صحفي بخصوص هذه المشاورات إذن بعنوان الاستشارة الوطنية من أجل مدرسة ذات جودة للجميع إطلاق مرحلة إعطاء الكلمة للمجالات الترابية إذن هناك أكثر من 80 ورشة عمل منتظرة في مختلف أقاليم المملكة بأسلوب مبتكر يتوخى المساهمة الجماعية في بناء مؤسسة ذات جودة تستمد قوتها من المجال وتساهم في الارتقاء الاجتماعي وتكافؤ الفرص وإشراك المكونات المحلية في وضع استراتيجية حقيقية لتضافر جهود الفاعلين والشركاء المحليين من أجل مدرسة الجودة والإنصاف إذن الهدف من هذا هو إغناء خارطة طريق الإصلاح وضمان نجاح واستدامة التدابير التي من شأنها إحداث التحولات في المدرسة المغربية إذن هذا البلاغ الصحفي يعني صدر بتاريخ 1 يونيو 20-22 بالرباط إذن في التفاصيل بعد أسبوعين من إطلاق المشاورات الوطنية حول تجويد المدرسة المغربية تحت شعار تعليم دو جودة للجميع أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المرحلة الإقليمية من هذا المشروع المتميز لتجعل من مدرسة الجودة أولوية كبرى ورافعة للإنصاف وتكافؤ الفرص فاليوم ببنغرير ينعقد اللقاء الإقليمي الأول من سلسلة 82 لقاء إقليميا سيجمع الفاعلين الإقليميين والمحليين الذين سينخرطون من أجل مدرسة دامجة ودات جودة تقدموا بدورها في الارتقاء الاجتماعي هذا اللقاء المنظم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكويل لجهة مراكوش آسفي بشاركة مع عمالة إقليم الحاملة سيجمع ممثلين عن السلطات والمنتخبين والمصالح الخارجية للوزارات والأطر الإقليمية وجمعيات المجتمع المدني المحلية وممثلي التلميذات والتلاميذ وممثلي أمهات وأباء وأولياء التلاميذ وكذلك أكاديميين بالإضافة إلى فاعلين في المجال الرياضي والثقافي والفني وممثلين عن القطاع الخاص إن تطوير خدمات التعليم العمومي يندرج في سياق منطقي أساسه التثمين المحلي بحتا بحيث يمكن لمختلف مبادرات الشراكة المحلية من أجل مدرسة الجودة أن تخلق مجالات تآذر قوية خدمة لمصلحة المتعلمات والمتعلمين وخدمة للمجال الترابي على حد سواء عندما تشارك المجالات الترابية في تطوير مدرسة الغد إن لقاءات التشاورية الإقليمية من خلال تشكيلة المشاركين فيها وطريقة تنظيمهم تشكل فضاءات للنقاش الهادئ والشامل على المستوى المحلي حول مدرسة ذات جودة للجميع نقاش يهدف إلى وضع مقترحات ملموسة تمكن من تنزيل هذا المشروع الجماعي سيتم توجيه المشاركين لمناقشة دور المدرسة في تطوير محيطها واعتباره عاملا أساسيا في زيادة جاذبيتها كما ستركز أيضا على طبيعة البنيات التحتية الضرورية للمؤسسات التعليمية لدعم إنشاء مدرسة مدرسة الجودة بالإضافة إلى أساليب التخطيط والتدبير الخاصيني بها وعلى المستوى الاجتماعي سيتم تسليط على المجالات الأساسية للدعم الاجتماعي للتمدرس مثل النقل المدرسي الأقسام الداخلية خدمات الإطعام إلى آخره وكذلك أنشطة الحياة المدرسية التي من شأنها توفير أجواء تمدرس مواتية للتلاميذ إذن حول الاستشارة إذن أطلقت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة استشارة وطنية من أجل تعليم دي جودة للجميع فمن شهر ماي إلى شهر يونيو 2022 تم فتح العديد من فضاءات التفكير والنقاش والبناء المشترك أمام جميع الأطراف الفاعلة في هذا القطاع سواء على الصعيد الوطني أو بمشاركة مغاربة العالم واقترحت للنقاش العام سلسلة من التدابير التي شكلت ثمار العمليات السابقة الهادفة إلى تحسين النظام التعليمي الوطني وذلك بغية خلق بيئة تعليمية ملائمة سواء بالنسبة للمتمدرسين أو بالنسبة للأطر لأطر هيئة التدريس الذين يطورون أداءهم في مؤسسات حديثة للإشارة فإن هذه المشاورات الوطنية ستعرف عقد ما يقارب من 6200 مجموعة مجموعة تركيز على المستوى الوطني 82 لقاء ترابي على مستوى العملات والأقاليم وحضور أكثر من 150 ألف مشارك في مختلف ورشات العمل المنظمة بالإضافة إلى فتح منصة إلكترونية أمام مساهمة جميع المواطنين بما فيهم مغاربة العالم في العنوان الإلكتروني مدرسة مدرسة نا بوا ما يعدف هذا التنظيم العام للمشاورات إلى ضمان الجودة في القرارات التي ستتخذ والوقوف على الممارسات المبتكرة وكذلك مختلف الفاعلين حول ضرورة وجدوى التغيرات التي سيتم إعمالها مستقبلا ويبقى الهدف هو أن نرسم معاً مصاراً لتنفيذ إصلاح مبتكر لمدرسة الجودة وستنتهي فعاليات المحطات المبرمجة لهذه المشاورات في نهاية شهر يونيو على أن يتم تقديم تقارير التركيبية الوطنية لهذه اللقاءات في منتصف شهر يوليوز للتواصل مع الصحافة يعني المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل ما رأيكم في هذا الكلام؟ ما رأيكم في هذا الكلام؟ يعني هناك إدعاء يعني هناك كلام عن استشارة وطنية من أجل مدرسة الجودة للجميع هذا الاستشارة يعني شهر يونيو في شهر يونيو يعني سوف تقفل هذه الاستشارة في شهر يونيو إذن الإخوة المهتمين بمجال تعليمي يعني أن نبغي عليهم نأخذ الموضوع بشكل إيجابي ومن الجميل أن تكون هناك استشارة إذن نأخذ الموضوع بشكل جدي ونساهم في هذا الموقع نرى إن كانت فعلا مساهماتنا سؤالها قيمة ويمكن أن التساؤلات التي أطرحها شخصيا يعني هذا الاستشارة يعني لماذا لم تكن هناك استشارة عندما تم إقرار 30 سنة كحاجز لأن أولوج تعليم يكون لمن هم أقل تحت 30 سنة لماذا لم تكن هناك استشارة يعني الوضع في التنويات الآن التأهيلية يعني وضع لا يطاق يعني عندما يكون سن الأستاذ قريب من سن التلميذ يعني أحيانا وليس أحيانا في كثير من الحالات يعني هذا يكون يعني وضع غير سليم من ناحية التربوية في الواقع كذلك أيضا مسألة فرض اللغة الفرنسية في المواد العلمية والآن يعني هناك محاولة لتعميم هذه الوضعية يعني فكرة اللغة الفرنسية يعني لما لا تكون اللغة الإنجليزية مثلا كذلك المشكلة بالنسبة لفرض اللغات الأجنبية عموما أن التلاميذ يعني الواقع الذي ما نراه الآن ما نراه الآن على المستوى اختيارات التلاميذ اختيارات التلاميذ في بالنسبة للتأهيل اختياراتهم يعني يذهبون إلى الشعب الأدبية حتى وإن كانوا متفوقين في المواد العلمية فهم يختارون الشعب الأدبية لماذا هروبا من عملية تعميم اللغة الفرنسية في المواد العلمية هذا مشكل هذا مشكل بالنسبة لي هذا موقفي سوف أطرحه في هذه الموقع لكن أعتقد أن مسألة شهر يونيو فقط لماذا يعني يعني يمكن أن يعني على الأقل شهرين شهر يونيو واليولوز ثم يتكون تقديم تقارير تركيبية في منتصف شهر في شهر يعني في شهر سبتمبر لملعه إذن يعني لا أدري ما الذي يعني ما الذي سوف يتم تمريره عبر هذه الاستشارة الوطنية لا أدري حقيقة هل العموم أنا أتسأل يعني هل مع يعني هل كانت هناك استشارة بخصوص مسألة تسقيف السن وكذلك مسألة يعني تعميم النغة الفرنسية في المواد العلمية إذن العموم لا أدري كيف سوف تكون يعني لنشارك في هذه الاستشارة الوطنية لنشارك فيها ونضع يعني ملاحظاتنا يعني كل المهتمين بالشأن التربوي والشأن التعليمي يعني يعني حاولوا وضع ملاحظاتكم يعني بشكل بشكل صريح وبشكل يعني حسبات تجربات كل واحد منكم يعني ونرى كيف سوف مخرجات هذا هذا الاستشارة الوطنية شكرا